أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبوا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الجزء الثاني من الامتحال الجياء والموحد في مادتي التاريخ والجغرافية السنة أولى باكالوريا الشعاب العلمية والخاص بالدور العادي 2021 لجهة سوس ماسا إذن الوضعية الاختبارية الثانية هي مادة التاريخ من خلال تحرير الموضوع المقالي إذن المطلوب هو أن تكتبوا في أحد الموضوعين الأتيين بحكم أن وضعية تحرير الموضوع المقالي تكون وضعية اختيارية بين موضوعين إذن الموضوع الأول نصه من أهم الأحداث التاريخية التي ميزت النصف الأول من القرن العشرين الحرب العالمية الأولى وما أقبها من تحولات ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939 إذن المطلوب هو تحرير موضوع مقالي تبرزون في العناصر الأتية أولا تحول الترابية والسياسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى دور مقرارات أو مقرارات مؤتمر السلام بفرساي في التحولات الترابية والسياسية التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وفي اندلاع الحرب العالمية الثانية إذن الإشكال التي يطرحها الموضوع الأول هو أو هي أولا تحولات التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى تحديدا تحولات الترابية والسياسية ثم دور مقرارات مؤتمر السلام في باريس في التحولات الترابية والسياسية بعد الحرب خصاً في أوروبا ثم أيضاً دور هذه المقررات في اندلاع الحرب العالمية الثانية الإطار الزمني طبعاً هو النصف الأول من القرن العشرين تحريداً من نهاية الحرب العالمية الأولى 1919 نعقاد مؤتمر السلام إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939 أما المكان أو الأمكن التي شهدت هذه الأحداث فهي أوروبا والعالم ككل بحكم أن الأحداث أو الحادثين الهامين هما الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وطبعاً هي أحداث دات بوعد عالم إذن المطلوب منا هو أننا نركز طبعاً على التحول الترابية والسياسية في أوروبا لما بعد الحرب بمعنى تغيير الخريطة السياسية الأوروبية وأيضاً التحولات على المستوى السياسي أيضاً أهم قرارات مؤتمر السلام التي أثرت على التحول الترابية والسياسية في أوروبا بعد الحرب وأيضاً دورها في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية الثانية إذن بالنسبة للموضوع الثاني نصه شهدت أوروبا خلال القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية أثرت على الأوضاع الاجتماعية لساكنتها وساهمت هذه التحولات في اجتداد التنافس الإمبريالي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إذن المطلوب هو كتابة مقال تاريخي تبرزون فيها أولا مظاهر التحولات الاجتماعية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر تأثير تحولات الاقتصادية للتحولات الاجتماعية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر أخيرا دور تحولات الاقتصادية والاجتماعية في احتدام التنافس الإمبريالي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إذن الموضوع الثاني طبعا إشكاليته هي تحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها أوروبا أو العالم الرأسمالي ككل خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وتأثير ذلك على التنافس الإمبريالي بين هذه القوى إذن أثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية على التنافس الإمبريالي بين القوى الاستعمارية إذن تحديدا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إذن نبدأ بالموضوع الأول إذن طبعا المقدمة دائما تكون يعني في حدود ساطر ونصف يعني مؤطرة الموضوع زمنيا ومكانيا إذن تميز النصف الأول من القرن العشرين باندلاع حربين عالميتين طبعا الحرب العالمية الأولى اشتعى لفاتيلها سنة 1914 والثانية سنة 1939 بعد ذلك نطرح الأسئلة أو الإشكال إذن ما هي التحولات الترابية والسياسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وما دور قرارات مؤتمر السلام في التحولات الترابية والسياسية التي شهدت أوروبا بعد الحرب وفي اندلاع الحرب العالمية الثانية إذن أهم المعطاية التي تنتقيها بالنسبة للفقرة الأولى إذن أهم التحولات الترابية التي شهدت أوروبا بعد الحرب هي تغيير خريطتها السياسية من خلال اختفاء بعد الإمبراطورية التقليدية وكان أعطى أمثلة بالنمسا نغاريا روسيا القيصرية ألمانيا الإمبراطورية العثمانية وظهور دول جديدة على أنقاضها وذلك على أساس قومي وكان أذكر بعض الأمثلة كدول البلطيق يوغوزلافيا بولونيا وغيرها أيضاً على المستوى السياسي إنشاء عصبة الأمم وكان الهدف هو حفظ السلم والأمن العالميين وأيضاً فرض معادة قاسية للدول المنهازمة وكان أعطي بعض الأمثلة كمعادة فيرساي على ألمانيا بالنسبة للفقرة الثانية إذن ما دور قرارة مؤسمر السلام بفيرساي في التحولات الترابية والسياسية هذا من جهة يعني أوروبا تحديداً وأيضاً في اندلاع الحرب العالمية الثانية إذن بالنسبة للشيق الأول إذن ما دور قرارة مؤسمر السلام بفيرساي في التحولات الترابية والسياسية إذن تم فرض معادة فرساي على ألمانيا مثلا وبموجبها استرجعت فرنسا منطقتين الألزاس واللورين التي ضمتها ألمانيا إليها بعد حرب 1870 كذلك ألمانيا تم فرض شروط قاسية عليها إذن فقدت أجزاء من أراضيها لصالح الدول المجاورة فقدت كذلك حتى مستعمرتها وتم فرض غرامة حربية كبيرة عليها ولكن اللي هنا كنركز ليه هو دور قرارة مؤتمر السلام في تحول الترابية والسياسية إذن على المستوى الترابي والسياسي فمعادة فرساي على ألمانيا يعني اقتطعت منها أجزاء لصالح الدول المجاورة واسترجعت من خلالها فرنسا منطقتين الألزاس واللورين أيضا معادة سان جرمان التي فردت على النمسا طبعا من أهم بنود هذه المعادة وهو فصل النمسا عن هنغاريا إذن ما دور قرارة مؤتمر السلام في تمهيد الاندلاع الحرب العالمية الثانية إذن هذه القرارات التي طبعا سمى الألمان خصوصا معادة فرساي بالسلم المفروض إذن ستؤدي إلى وصول هتلير إلى السلطة في ألمانيا سنة 1933 وبالتالي الشروع في تخلص من قيود معاهدة فرساي وتطبيق سياسة المجال الحيوي في أوروبا الشرقية إضافة إلى احتلال بولونيا في فاتح شتنبر 1939 والذي كان سببا مباشرا في اندلاع الحرب العالمية الثانية أيضا تنكر الوعود الترابية التي قدمت لإيطاليا دفعت موسوليني لنهج سياسة توسعية كمثال احتلال الأرض الحباشة أيضا عجزت عصبة الأمم عن تصديل سياسة المجال الحيوي التي نهجتها الأنظمة الدكتاتورية مما أدى كذلك إلى توتر الأجواء والعلاقات الدولية خصوصا ما بين الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الديمقراطية إذن كخاتمة أسهمت مخلفة الحرب العالمية الأولى أيضا أزمت ما بين الحربين أيضا ما بين 1919 إلى غاية 1939 في اندلاع الحرب العالمية الثانية لذلك نطرح هذا السؤال كامتداد إذن ما نتائج الحرب العالمية الثانية نمر بعدها للموضوع الثاني إذن الموضوع الثاني طبعا نركز على مظاهر التحولات الاجتماعية بأوروبا خلال قرن التاسع عشر في الفقرة الأولى ثم في الفقرة الثانية هذه ننتقل التأثير التحولات الاقتصادية على التحولات الاجتماعية في أوروباnight في القرن التاسع عشر أخيراً دور التحولات الاقتصادية والاجتماعية في احتدام أو اجتداد التنافس الامبريالي خلال القرن 19 وبداية القرن العشرين إذن المقدمة دائماً تكون مؤطرة للموضوع زمانياً ومكانياً إذن ما يفيد هذه الصغة أسهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالعالم الرأسمالي في احتدام تنافس الامبريالي بين القوى الاستعمارية خلال القرن 19 ومطلع القرن العشرين إذن ما هي مضاير التحولات الاجتماعية بأوروبا خلال هذه الفترة وما تأثير التحولات الاقتصادية على التحولات الاجتماعية ثم ما دور التحولات الاقتصادية والاجتماعية في احتدام التنافس الامبريالي خلال القرن 19 ومطلع القرن العشرين إذن في الفقرة الأولى إذن ما مضاير التحولات الاجتماعية بأوروبا إذن أهم المعطاية التي تركزوا عليها طبعاً هذه المعطاية التي تنتقيها طبعاً تحولها بعد ذلك إلى فقرات عن طريق عنصر الترابط أو ما يسمى بحسن التخلص إذن نشير الأهمية الثورة الديمغرافية أو انفجار الديمغرافي بفعل ارتفاع معدل الولادات وانخفاض معدل الوفيات في أوروبا أيضا التفاوت علم الصوت الطبقي أو التناقض الاجتماعي إذن برجوازية طبعا تحتك روسائل إنتاج والطبقة المتوسطة التي تمارس أعمال الحراء بالأساس ثم البروليطاريا أو الطبقة الكهدحة أو الطبقة العمالية التي كانت طبعا تعيش ظروفا معيشية صعبة ثم أيضا نشير إلى التدخم الحضري ظاهر التدخم الحضري بفعل أولا هجر القروية الكثيفة ثم أيضا تكاثر الطبيعي لسكان المدن الآن ننتقل للفقرة الثانية إذن ما تأثير التحول الاقتصادي أو التحولات الاقتصادية على التحولات الججتمعية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر بمعنى ما العلاقة بين هذه التحولات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية إذن على المستوى الاقتصادي نشير إلى أهمية الثورة الفلاحية إذن الثورة الفلاحية والتقدم التقني الذي عرفته الفلاحة إذن أدى إلى ارتفاع الإنتاج وبتالي وفرة الغداء والقضاء التدريجي على المجاعات وبتالي أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الولادات وانخفاض معدل الوفاة وبتالي الثورة الديمغرافي إذن هناك علاقة بين الثورة الفلاحية كتحول اقتصادي والثورة الديمغرافية كتحول اجتماعي أيضا تحسن تدريجي للدخل بفعل الثورة الصناعية وظهور العمل المأجور طبعا الطبق العامي لا كانت تعيش ظروفا سيئة ولكن مع ظهور تنظيمات طبعا النقابية إذن فذلك أسهم كثيرا في تحسين ظروف المعيشية للعمال ثم أيضا أثر الثورة الصناعية على تطور وسائل الوقاية والعلاج من خلال مثلا ما يسمى بصناعة الأدوية أيضا إنتاج تلقيحات وغيرها أيضا تطور وسائل النقل والمواصلات أدى إلى حركية السكان من خلال تشجيع الهجرة سواء الهجرة الداخلية تحديدا الهجرة القاروية أو الهجرة الدولية الآن ننتقل للفقرة الثالثة إذن ما دور تحولة الاقتصادية والاجتماعية في احتدام التنافس الامبريالي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إذن طبعا هنا فائد الإنتاج خصوصا على المستوى الصناعي كتحول الاقتصادي إذن أدى أو دفع بالقوى الامبريالي للبحث عن الأسواق والمنافذ التجارية طبعا يتصرف هذا الفائد وأيضا التزود من المستعمرات بالمواد الخام كذلك التناقض الاجتماعي أو ما نسميه بالمسألة الاجتماعية دفع بالقوى الامبريالي لبحث عن أراضي جديدة لحل المسألة الاجتماعية خصوصا مشكلة البطالة إذن من خلال تشجيع الأوروبيين خصوصا العاطلين عن العمل إلى الهجرة إذن تشجيعهم على الهجرة الخارجية يعني صوبة المستعمرات بقصد التعمير والاستيطان إذن كخاتمة إذن أدى التنافس الامبريالي بين القوى الالسعمارية إلى أزمات خطيرة من هذا الطريق لاندلاع الحرب العالمية الأولى لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما هي أسباب قيام الحرب العالمية الأولى إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وما تعافل النفسية ونفقها في تبليغ مضامنا وعناصر الأساسية طبعا إذا كنت عنكم أي تأسيلة أو السفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع منضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته